هنا المهاشمة المحررة في مديرية خبو الشعف بمحافظة الجوف الجيش الوطني بعد تحرير المهاشمة انطلق بعملية مطاردة للميليشيات أم يحيى المهاشمية الدهمية سيدة سبعينية تشغل موقع قائد الإمداد والتموين والتسليح في المهاشمة السلام عليكم مرحمة أخبارك يا أمي طيب أنت مسؤولة مخزر السلاح؟ أنا مسؤولة مخزر السلاح السلاح المن؟ السلاح الي هود الحوثة وإنت توزع السلاح وإنت توزعي؟ أوزع ووزع زين الحوثة الحوثة كانوا هنا وين راحوا؟ كانوا هنا في ذات دين وقدهم إن شاء الله في عيدين وإن شاء الله ينقلعو من يقاتل الحوثة هنا؟ يقاتلهم أولادي وربعهم واموالهم وربعهم قاملين زين ونت توزعين الإسلاح البخزن عندك وتعرفين الإسلاح أعرف الإسلاح ووزعه على المحاربين اللي يحاربوا زين اللي مثلا يجي ويأخذ ذخيرة زايدة أو اللي هاي شون ما يأخذ ذخيرة زايدة إلا على السرع إلا على القتال على القتال خلاص زين والإسلاح تلظفي وتجهزي أنا فضه وجهزه ما شاء الله أم يحيى أول إمرأة يمنية وربما عربية تكون مسؤولة عن الإمداد والتموين ومخازن الأسلحة في الجيش اليمني طبعا هي التي توزع الذخائر هي التي تقوم بصيانة الأسلحة أم يحيى عندك ذخائر كافية أم يحيى عندك ذخائر كافية للحوثة أم يحيى الذخائر لما تخلص عندك تبلغي من؟ أبلغ الملك سلمان يفزعنا أبلغ الملك سلمان يفزعنا وذخائر كافية وتوزعين؟ أوزع مرة تكفى ومرة تكمل ربما هي قصة استثنائية أم يحيى مسؤولة الإمداد والتموين في جبهة يصل مساحتها إلى أكثر من مائة كيلومتر توزع الذخائر وتقوم بصيانة الأسلحة وتنظيفها لقناتين عربية الحدث محمد العرب محافظة الجوف شكرا